تستكمل اليوم المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة وأعلن مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جرى استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية وأكد المصدر استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة في ظل استضافة القاهرة لاجتماعات بمشاركة وفود من قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وأوضح المصدر أن مصر تواصل جهودا مكثفة مع جميع الأطراف لاحتواء الوابع في قطاع غزة مشيرا إلى أن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة استهدفت منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة ما أسفر عن سقوط سبعة شهداء وأربعة عشر مصابا كما استهدف قصف إسرائيلي دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح الفلسطينية ما أسفر عن شهداء ومصابين يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة البث الإسرائيلية أقوع انفجار كبير في سماء إيلت وأن الدفاعات الجوية تصدت له علقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل وأوضح مسؤول أمريكي أن سبب تعليق الشحنة جاء بعدما فشلت إسرائيل في معالجة مخاوف واشنطن إزاء قطة الجيش الإسرائيلي لاكتياح رفح جنوب قطاع غزة واتخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدى لها أن إسرائيل على وشك أن تشن عملية برية كبيرة في رفح الفلسطينية وهو أمر تعارضه واشنطن دون خطة موثوقة لحماية المدنيين أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الجيش الأمريكي أنجز بناء الميناء العائم قبالة غزة وأوضح البنتاجون في بيان أن الأحوال القوية الحالية لا تسمح بنقل المنشأة المكونة من جزئين بشكل آمن إلى موقعها المحدد وأشدد البنتاجون على أن القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لنقل الميناء إلى موقعه في المستقبل القريب تبدلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود بين الجانبين وأوضحت مصادر لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الخيام كفر كلا وعيد الشعب جنوب لبنان كما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف عدة مناطق تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أبرزها منطقة المنارة ما أسفر عن سقوط ضحايا في الجانب الإسرائيلي أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحوثي شنت هجوما عبر إطلاق ثلاث مسيرات من اليمن دون وقع إصابات أو أضرار وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع إحدى المسيرات بينما تعاملت قوات القيادة المركزية الأمريكية مع طائرة مسيرة الثانية وتحطمت الثالثة في خليج عدن سرح الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما قويا على كييف ومدينة الفيذ بغرب أوكرانيا وأن أنظمة الدفاع القوي شاركت في صد الهجوم وأفاد شهود في كييف بسماع دوين فجارات بدى وكأنها ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع القوي لأهداف قوية ورياضيا تأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه بهدف دون مقابل على مضيفه باريسان جرمان وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بفوز دورتموند بهدف دون رد ومن المقرر أن يلتقي دورتموند مع المتأهل من مواجهة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وبين ميونيخ الألماني التي تقام اليوم في إسبانيا حيث انتهت مباراة الذهاب في ألمانيا بالتعادل بهدفين لكل منهما